هذا الموسم هل تغيرت طريقتها يعني المقصد أن فيه تكنيك معين لإدارة الأندية عشان تصير رئيس نادي في السعودية لازم تحط فيه قايد عندك ها مش تمشي من راسك عندما تخسر ماذا تفعل عندما تفوز ماذا تفعل كيف تصفي حساباتك كيف تصعد كيف ترمي القضية على اتحاد القدم كيف تحولها إلى مؤامرة والجمهور جاهز يجي واحد من الجمهور يقول لك يا أخي وأنت دائما تقول الجمهور كأني يعني لا في الأخير الجمهور عاطفي تقدر توديه ميني صار بتصريح يعني فيه رؤساء أندي ما بعد حطوا يدينهم رجولهم في أندياتهم تلاقي بوسترات وطلعت لك كذا يا عم يشوف الرجال يبقي يطلع أي كلام جمهور جاهز للحشد لصناعة الرمز هاي طريقة كانت فيه دارة الأندية السنة هذه لا لاحظنا أنه صار رؤساء الأندية أهدأ صار فيه تركيز أكبر صار للفريق لما يخسر صار نكتشفنا المدربين سيئين واللعبين سيئين أول الحكام وليجان الاتحاد كنت قدم هل تشعرت بهذا التغيير؟ انت شعرت أننا تغير سلوبنا في الاتفاق انت رئيس شايف البشهد حنا في الاتفاق ما تغيرنا نفس ما حنا يعني حنا كان عندنا دائما سياسة ثابتة أننا نحاول أنه ما ننتقد التحكيم كنا دائما نحاول السنة هذه أثرت نتائج مباريات يعني كنت تواصل مع رئيس لزنة الحكام أرسلنا لإيميل فيه أخطاء بعض مباريات في الدور الأول اللي كانت نتائجها حاسبة مما سبب علينا ضغط في وجودنا في مركز ما كان يليق فينا اعترف في بعضها وفي البعض الآخر كانت وجود نظرنا مختلفة صحح وجهة نظرنا فيها في معلومة أبو عبد الله أنت ما قاد تقول معلومة أنا كنت أتحدث مع أحدهم فصحح هذا الواضح كذا الكلام عام لا 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 هذا على فكرة يصيب المشاهد لو أنا يعني واحد من مشجعين الاتفاق يتابع الرئيس رئيس قاد تقول أنا مو لازم يا أبو بدر أطلع ما لازم تسيب بس لازم تكون معلومة واضحة يعني الناس يحتاجون معلومة ما تقدر تقول أنا رأيك عبر شهر وجلست مع شخص وقلت له كلام وإن شاء الله زين اش فهمنا لا لا انت قاعدة تقول لي اليوم رؤساء الأندية ما صرت تلقي باللائمة على أشياء أخرى صرت هي تتحمل المسؤولية انت كنت تغفوز وتخسر وتتعرضون للطرف الآخر الانتقادات دولية وهجوم حنا طول عمرنا كنا نحمل نفسنا هل السنة هذي في شيء؟ تعرضت أم لا حاجة ما أنا بأشوف تغيير حنا طول عمرنا في الاتفاق من أول ما جينا نحمل نفسنا فقط وهذا يعني تاريخ مثبت هل الطريقة هذي راح يكون لها إلا طبعنا مبدر إذا وصلنا إلى خلاص إلى مرحلة ما عدنا نتحمل وهذه تصير هل هذا الضبط الآن الموجود في طريقة البيانات الصحفية والأحاديث الإعلامي من الأندية ساهمت في رأيك في تركيز العمل نحو الملعب أكيد بكل تأكيد بكل تأكيد ليش بكل تأكيد؟ لأنه قلت شيء كنا نسمع دائما بعض الشخصيات اللي دائما تطلع وما كانت شوف اللي ما يبغي يزع على أحد ما رح يرضي أحد عشان رايحك صحي ما في نقاش وإذا تيبي ما تزع على أحد بيع عسكريم خلى ناس كلا تحبك والله الدنيا يحر لي بزم في الوزينة مياك شوف حبيبي بكل تأكيد أنه صار في ضبط هذا واضح والضبط مفيد جدا وما صار ضبط من رؤساء الأندية فقط أنت عرف شك صد صار ضبط حتى من الإعلاميين صح أو لا؟ صار في ضبط من الإعلاميين أو ما صار؟ لا صاروا نص ورؤساء الأندية في قمة السعادة متسرحة تعرف ليش باببدر؟ متسرحة ما صار ضبط صار ضبط لأن يباببدر كان أول أسهل شيء أنه واحد يأتي يقيد على الكرسي هذا أو كرسي ثاني أو ثاني اسمحي بس هذا يسمونه ضبط هذا قمع لحظة بس أنه يكمل بس هذا رئيس فاشل هذا الإدارة وصار يطلق أحكام نتيجة مبارات وهو ما يدري وش صار في عمل داخل لا كان يشتم رأسا لا للأسف هذا الإساءات هي لضبطت أما الرأي ما يقدر حديث يا أخي أنت قل رأيك بكل احترام قل هذا خطأ هذا صح بس لا تقول رأيك وما تدري وش ستحد نا يعني أنه يفضل علي قبل أنا لا أقول رأيك لازم أتصل لا ممكن أن أستأذر لي أقول رأيك لا قل رأيك بس يعرف المعلومة قل رأيك ببناء العلمان وصحيحة أو قصدك قل رأيك اللي يعجبني لا هذا مصحيح أبو بدر أنا قد كلمتك مرة قلت لك يا أبو بدر اشرح لي كيف أحد المحللين شايف أربع مبارات في نفس الوقت يحلل لي أربع مبارات في نفس الوقت تذكره ما تذكر مرة كلمتك أنا ما يصير ما يصير بالمنطق أربع مبارات في نفس الوقت شون تحللهم كل يوم تحلل أربع شاشات لا لأن كل بساطة صارت الكلام أغلبة من ناس كثير هو الدارج الفريق خسران تباعد في الخطوط وضعف في اللياقة وعدم تركي الفريق فائز فهمتك صدق ليش أحطه هنا هذا خطأ هذا خطأ يجمع مو عيب لو أحد يقول ما شفت ما أعرف مش عيب والعيب الأكبر لك تجيبه ضيف أنا ما عملك صرت مقدم عشان اختار عموما أنت خسرت أحد أقوى 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 المحلين في السعودية كلها الله هاردك متعارف أقصد مين الكبت في موسى الله يوفقه يا رب حمزة النفيع حمزة النفيع مجد النفيع الله يجزع خير عرف يختار نعم الرجل عرف يختار الله يعطيك على قدنيتك يا عبد الله مجد النفيعي هذه المشكلة هل هم ناس يعني سواء رئيس الأهلية أو نائب الرئيس أو الإدارة أغلبهم شباب يعني يعرفهم ونعم وعندهم عندهم طاقة جدا متميزة تمنى الله توفيق هموزة راجعة جميلة فيهم هموزة موك يرجع يرجع السنة الجاية يرجع في نص الموت يرجع والله الله يوفقه يا رب الله يوفقه نروح الفاصل بالسريع ونرجع نكمل